أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والغباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيدنا عرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى شمس الضحى بدر الدجا سدر العلا نور الهدى كهف المرام صباح الظلم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مكسوده والمكسود موجوده سيد المرسلين سيد المرسلين خاطم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين روحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين شمس العارفين سراد الساركين مصناح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبينا حرمين مع من القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسا محبوب رب المشقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أب القاسم محمد صلو اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلاب کماله کشب الدجاب جماله حسنت جميع حصاله صلو علیہ وآلہ وآلہ وآصحابه وسلموا تسليم كثيرا 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلک واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السمين عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجعلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا ولو انشاء ربك ما فعلوا فذروا ما يختروا ولتصغوا إليه أفدتوا الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أندر إليكم الكتاب فصلاة الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة أبك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته بهو السميع العليم وإن تقع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن منهم لا يخرزون إن ربك وأعلم من يضل عن سبيله وعلم المهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآجاته مؤمنين ومالك من لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علمه ومالك من لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد خصف للكم ما حرم عليكم الله مطلطم ليبن كثيرا ليضلون بأهواء بغير علم من ربك وعالم المعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطن إن الذي يسمون إثم سيدون مما كانوا يقتربون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لإجاز لهم أن أضعتموهم إنكم المشيقون ومن كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كممثل هو في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا الكافرون ما كارو يعمل وكذلك جعلنا في كل قريةنا كابل مجرميها ليمكرو فيها وما يمكرون إلا بأنفسه ما يحوم إذا جعلت معدنوا قالوا نؤمن حتى أتامس لما أدير رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالتا سيصيب الذي أدرمه سغار عند الله عذاب شديد وما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل ويجعل صدره ضيقا حردنك أن ما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رسالة الذين لا أمنوا وهذا سراط ربك مستقيما قد فسقلنا الآيات القومية ذكروا لهم داروا السلام عند ربهم وليما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكسرت من أنس فقال أولياء من سربنا استمتع بعضنا فبعض مبلغنا أدل الذي أجلت لنا قال النعان ومسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم كذلك نولي بعض آدمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنسان ياتكم ورسل منكم يقصون عليكم آيات وينزلونكم من قائمكم وهذا قالوا شهدنا على رمسنا وغرد من حياة الدنياك وشهدوا على أمس من مكانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ما أهل وغاف ولكلين درجات من ما عملوا ما ربك بقوف عن ما يعملون وربك لغني ذو الرحمة إيشاء يذلكم ويستخلف من بعدكم ما يعشعوك ما ننشعكم من ذريتكم من آخرين إنما توعدون لاعات وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتك مني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة لأنه لاعف العظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرس والأنعام فقالوا هذا الله بزعم وهذا لشركاء فما كان شركاء فلا يصل إلى الله وما كان الله فويصر لا شركاء مساء ما يحكم وكذلك الزجن لكثير من المشهرين قتل أولاد مشركاء وميردوم ليربسوا على مدين ولوشاء وما فعلوا وذروا ما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرصن حجر لا يطعمها إلا من نشعر فضعمها من آمن خر مظهورها وأنعام الله أذكرنا اسم الله عليه وفتران عليه سيدي ما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون حاضلنا من خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء سيد ذيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفهم بغير علم وحرم وبعدكم اللهم افتران على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات من نخل فضرع مختبلا أكلوه وزيتون والرمان متشاب وغير متشاب كلو من سمره ذا أسمى نفآتوا حقه ومحصاده ولا تسربين ونحم المصرفين ومن الأعامح مولدا وفرش أكلوا من ما أرزقكم الله ولا تتمعوا خدوات الشيطان إنه لكم عدف مبين ثمانية أزواج من الضعن سنين ومن المعذ سنين قل آذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل سنين ومن الباقر سنين قل آذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذن أسقاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهد القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعمي إطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فنه ريسا وفسقا لغير الله به فمن اكثر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفورا رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذين فروا من البقر والغنم حرمنا على مشحومهما إلا ما حمرزهم رماء بالحبايا وما اختلطوا بعضم ذلك جذينا البغي وإنا لصادق فنكذبك فقل ربك ذو رحمة واسع ولا يرد بأس عن القوم المدرمين سيقول الذين شاكوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبل محطا ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرزون قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهضا من معين قل هل لما شهد هل الذين يشهدوا أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهما لا تتبعهما والذين كذبوا قاتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة فهم لرب مياد قل تعالو أطل ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيء وبالفعل إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن أذقكم وإياهم ولا تقربوا الفضاح شما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاءكم به نعلكم تعقلون ولا تقربوا مالية من الله بالذين أحسن حتى يبلغ شدك وأوفوا الكيل والميدان بالقص لا نكلف نفسا لا بسعها وإذا قلتم فعدلوا وكان ذا أقربا وبعهد الله أوفوا ذلك واصفاكم به لعلكم تتقرون وأن هذا أسققاطي مستقيما فاتمعوه ولا تتمعوا السملة فتفرق بكم عن سبيله ذلك واصفاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى القتام تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء مهد ورحمة لعل بلقاء رب يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقول لعلكم ترحمون أن تقول إنما أنزل الكتاب على طاعفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسة لغافل وتقولوا أن أزل على الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينظ من ربك مهد ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله واسعد فعنها سنجد الذين يصفون عن آياتنا سوء العذاب ما كان يصفون هل ينزلون إلا أن تأتي يوم الملاط ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك ويأتي بعض آيات ربك لا ينفو نفسا إيمانا لم تكن آمنت من قبل أو كسمت في مانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لنصفينهم وكانوا شيئا لنصمنهم في شيء إنما أمر من الله ثم من ما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيد فلا إزاء إلا مثلها هم لا ظلمون قل إنني هدى بلا صراط مستقيم دينا القيام من لتمرأي محنيفا وما كان من المشيكين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبدالك وعمرت أن أكون أول من المسلمين قل أغير الله بغيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لس منهم في شيء إنما أمر من الله ثم من ما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيد فلا إزاء إلا مثلها ومن أظلمون قل إنني حداني ربي لا صراط مستقيم دينا القيام من لتمرأي محنيفا وما كان المشيكين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبدالك مردوان أموان أبا المسلمين قل أغير الله أبغي ربهم ورب كل شيء ولا تكسبوا كل نفس الله عليها ولا تظروا بعد دمدر أخرى ثم إلى ربكم ودعوكم فنبماكم ويتختلفون وهم الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ضر جهاز ليبلوكم فيما أتاكم ربك السريع العقاب وإنه الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألفلام مصاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرد منه لتنزل به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتنا هم قائلون فما كان دعمهم جاءوا بأسنا إلا أن قالوا إننا كنا ظالمين فعلن نسألنا الذين أرسل عليهم ولنسألنا المرسلين فلنقصنا عليهم معلومة كنا غائبين والبذل يوم إذن الحق فمن سأقلت مبادئنا فأولئك هم المفلحون ومن خفت مبادئنا فأولئك الذين خسروا أنزموا ما كانت بأيات ناظر ولقد مكناكم فلد واجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صفرناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السعاددين قال ما منعك لا يوم يبعثون قال نك من المنظرين قال فبما أغضيتني لأقعد من المصراتك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أين ومن خلبوا عن أيمان وعن شمال لا تزعسوا مشاكرين قعوا نخرج من عامد ومن مدخورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم ومنكم أجمعين ويعيات مسكنا أنت وزوجك الجنة فقلا من أحيض شئتما ولا تقربا هذه الشرط فتقونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما بوري عنهما من سوادما وقال مهانا وقال مانا أكبر بقبا عن هذه الشرط إلا أن تقونا ملكين إلا أن تقونا ملكين أو تقونا من الخالدين وقع سمهما إن نيرك ما لمن الناصحين فدلاهما بغروف لما ذاق الشرط بدد لهما سوادما وطفقا اغسفان عليهما بولق الجنة وناتاهما ربما ألم أنهك ما عن تلك ما الشورة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين قالا ربنا ونمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قَال قَالَوْمَا عَلَيْهَا قَالَوْمَا قَالَوْمَا وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِحْدَنُونَ فَلَا خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي الْنَارِ كلَّ مَا دَخْلَتْ أُمَّةُ اللَّهِ عَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى دَالِكُ فِي آجِمِينَ قَالَتْ أُخْرَهُمْ لِوْلَا هُرْبَنَا هَأُولَيْ أَضَلُوا نَافَاتْ مَعْدَابًا ضِعْفًا من النار قال لكل وَالْإِنَّ دُعْفُمْ وَلَا كِلَّا تَعْلَمُونَ وَقَالَتُ أُولَامِ لِوْخْرَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلِنَا مِنْ فَضْلٍ فَضُبُقْرَهُمْ لَا كُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتْنَا وَسْتَبَرُوا عَنْهَا لَا تَفَتَّحُنُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُرُونَ جَنَّةَ حَتَّ يَلْجَلْ جَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاتُ وَكَذَلِكَ نَذِلِ مُدْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ بِهَادٌ وَمِنْ فَوْقُمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَذِينَ ظَالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ لَا نُقَلَبْ سَنَ اللَّهُ وَنَذَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِنْ غِلٍّ تَجْرِيمٍ تَحْتِ مِنْ نَهَا فَقَالُ لَحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لَهَادٌ وَمَا كُنَا لِنَهْدِ وَمَا كُنَا لِنَهْدَ لَوْلَا نَهْدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاتُ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقَ وَنُؤْدُوا أَنْتَكُمْ وَمَا كُنْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَارِ أَصْحَابِ النَّدَانِ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْ نَارُ بُنَا حَقًّا فَالْوَدْتُ مَا وَعَدْ رُّمْ مَا وَعَدْ رَبِّكُمْ حَقًّا قَالُونَ عَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذَّنُ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ لَا الظَّالِمِينَ اللَّذِينَ صُدُّونَ عَنْسَ بِاللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا أَعْمَدَا وَهُمْ بِلَا تَكَابُوا بَيْنُمَا حِجَابَكُ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّمْ مِسَا وَمِسِيمَا وَنَادَ وَاصْحَابِ النَّدَانِ وَإِذَا صُرِفَتَ مُصْرَهُمْ تِلْقَوْا أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تِعْلَى مَعَلْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالَ يَعْرِفُونَ بِسِيمَا وَقَالُوا مَا أَغْنَى عَنُكُمْ دَمْعُكُمْ أَكُمْ تَسْتَكْبَرُونَ أَهَا أَوْلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُمُ اللَّهُ بِالرَّحْمَاءُ أُدْخُلْ دِلنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَصْحَابِ الْأَصْحَابِ الْأَنْقَذِئًا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَصْحَابِ الْأَصْحَابِ الْأَنْقَذُنَا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَصْحَابِ الْأَصْحَابِ الْأَنْقَذُنَا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَصْحَابِ الْأَصْحَابِ الْأَنْقَذُنَا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَصْحَابِ الْأَ ومال قافلين تخذو دينهم لحظا ولعبا وغرنتم والحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسو لقوم هدا وما كان من آياتان يدحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلنا على علم ورحمة لقوم امن وهل ينظلنا تعوينه يوم يأتي تعوينه يقول اللي نسو من قبل قد جاءت ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أنرده فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات مرض في ستة أيام ثم الصباح على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم وسخرات من أمن العلال والخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرع وخفيا إنه لا يحب المعددين ولا تصفرد بعض سلاحها فادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يصل رياح شمين ذي رحمة حتى إداقل الصحابة ثقان زقلال برد ميت من دلنا بالماء فأخرجنا به من كل سمرات كذلك نخذ الموتان عليكم ذاكم والملد الطبي والذي خمس لا يخد إلا نكدا كذلك نسخرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا روحا لا قومه فقال يا قوم اعبد الله وعلكم لا نغيره إني خواف عليكم عذاب يوم عظيم قول الملو من قومه نالا راك في ضلال مبير قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة رب وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وعجبت من جاكم ذكرون من ربكم على ردل منكم ليوندركم وليتتكم ولا لكم ترحمون فقذبوا فانجنا والذي معه في الفلق وقلق لنكذبا قادنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عادنا خامودا قال يا قوم اعبد الله وعلكم لا لغيره فلا تتقون قال الملو الذين كفر من قومه إننا لن راك في صفاحتو إننا لنظمكم من الكاذبين قال يا قوم ليس بي صفاحتو مراكني رسول من رب العالمين أبلغكم من سالة ربي وأنا لكم ناصحون أمين أبعد وتنجاكم ذكرون من ربكم على ردل منكم ليوندركم وذكرون جعلكم خلفاء معدقوا من نوح ودادكم في الخلق بسطة فاذكروا أنا الله لعلكم تفلحون قال وجئتنا لنعبد الله وحده ولدنا ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادونني في أسماء سميتموها عندما آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معهوا برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا من آياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاكم صالحاك قال يا قوم يعبد الله ما لكم الله لغيره قد جاعتكم بجنة من ربكم هاديهينا قط الله مع يطن فضروها تعكل فيهه ظلا فلا تمسوها بسرد فيها كذا من finals واذكروا إذ جالك مخلفاء من بعد آدم وبباكم من بعد آدم وببقكم من بعد آدم وقوباكم من بعد آدم وقوباكم واذكروا إلى جالك مخلفاء أو hugo في الأدوة تتخذوا من سولها قصورا وتنحتون الجبال بوتا فاذكروا على الله ولا تعصوا فلاد مفسدين قال الماء الذين استكبروا من قومه الذين صدعوا لمن آمنوا لمن آمنوا منهم أتعلم أن صالحا مرسلوا من رب قالوا لنا بما ظل به مؤمنون قال الذين استقروا لنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا لنا قد بعدوا عن أمر رب وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا أن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دار الجاسمين فتظل عنهم وقال يا أقم لقد أبلكم رسالة ربي ونصح لكم ولكن لا تحبون النازحين ولوطن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجان شاوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قرزكم من قريتكم منهم ناصية طهر الفندين وعلهم لمندقات من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المدلمين وإلى مدينة خامش عيبا قال يا قوم يعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاتكم بجفنتهم من ربكم فأوفوا الكيل والميدان فأوفوا الكيل والميدان بالقسل ولا تبغى سمات أشعاءهم ولا تفسدوا في الأرض بعض إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل إصراط إن توعدون وتصدون عن سمين الله من آمن به وتبغونها وتعبذكروا ذلكم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي يوصلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وخير الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم